اهلا بكم إلى مجزل لأهم الأنباء أهلا حساب الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم ترخيصا استثنائيا يسمح برفع سن شياز مباراة أطر الأكاديميات إلى خمسين سنة من العمر هذا القرار يأتي مباشرة بعد قرار آخر تمثل في إعلان الحكومة عن توظيف مئة شخص في وضعية إعاقة عبر تنظيم مباريات موحدة لهذه الفئة من المواطنين في عدد من القطاعات الوزرية في إطار البرنامج الوطني لتأهيل مهني التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحهد رفيق أعطت جميل المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساوة والأسرة صباح اليوم بالرباط انطلاقة مرحلة تكوين الأسر والمهنيين على المستوى المحلي بمركز التكوين وتقوية قدرات الشباب بحيي النهضة ويرمي هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات إلى تكوين ستين مكونا خبير كل سنة حيث سيتولون تأهيل ألف ومائتي ممارس وممارسة كل سنة من أسر ومهنيين في موضوع آخر انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي أشغال القمة العالمية حول السكان والتنمية المنظمة تحت شعار التعجيل بتحقيق الوعود بمشاركة رؤساء دول وممثلين لمنظمات بالأمم المتحدة والمجتمع المدني فضلا عن مجموعات للمرافعة تمثل العديد من البلدان من بينها المغرب الذي يحضر بوفد هامه يقوده سفير المملكة في كينيا والممثل الدائم للمغرب لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في ملف القضية الفلسطينية استشهد فجر اليوم القياد الفلسطيني البارز أبو العطى وزوجته في غارة جوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلهما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأفدت وكلة الأنباء الفلسطينية وفاه أن طائرة حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخين على منزل أبو العطى ما أدى إلى استشهاده رفقة زوجته وإصابة أربعة من أبنائهما ومواطنة فلسطينية أخرى حيث تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج في المجالي الرياضي أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالي الإفريقية لكرة القدم التي سحبت صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة عن تواجد ممثلي الكرة المغربية نهضة بركان وحسنية أغادير على التوالي في المجموعتين الثالثة والربعة ووضعت القرعة وصيف البطولة العام الماضي نهضة بركان في المجموعة الثالثة مع كل من موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية وزناقو الزامبي وإيساي من بينين أما فريق حسنية أغادير فوضعته القرعة مع إنيمبا النيجيري وسانت بيدرو من كوديفوار وبارادو من الجزائر إلى هنا نأتي إلى ختام هذا المجزي الإخباري دمتم بخير وإلى اللقاء